معي من ريف دارع مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير ماذا لديك من تفاصيل وجديد ما حدث بالبادية السورية وشرح أوفى عن أهمية التطورات اليوم نعم ميسون مساء الخير كما تعلمين أن فصار الجبهة الجنوبية تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة في الحماد الشامي في الأيام الماضية ضمن معركة وسرجنا الجياد هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي تمكنت فصار الجبهة الجنوبية من تحرير هذه المناطق بشكل سريع بما يقارب مساعة 120 كم أريد أن نوه أن هذه المناطق عندما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش لم يكن النظام يجرؤ على استهدافها أو الاقتراب منها اليوم بعد أن سيطرت عليه فصائل الجبهة الجنوبية التي تصنف أنها فصائل معتدلة من داخل سوريا يحاول النظام أن يستعيد هذه المناطق يحاول التسلل إلى منطقة السبع لبيار ومنطقة ضاضة في البادية في الحماد الشامي منذ يومين وتمكن من السيطرة على تلك النقطتين مما دفع فصائل الجبهة الجنوبية المتمثلة في جيش السود الشرقية وأيضاً لواء شهداء القريتين بمواجهة قوات النظام واستعادة بعض النقاط التي سعى النظام للتقدم إليها كما ذكرت أن هذه المنطقة تعد برضات أهمية استراتيجية للنظام وللمعارضة فالنظام يحاول أن يحمي خطوط دفاعه على المطارات العسكرية كمطار السين وأيضاً المحطة الكهربائية الحرارية التي تقع في ريف دمشق بالإضافة إلى تضييق الحصار على الغطا الشرقية التي ربما تكون في الأيام القادم هناك معارك لفتح طريق أمداد عسكري وأمداد إنساني للغطا الشرقية من قبل فصائل الجبهة الجنوبية عبر التمدد في الحماد الشامي وصولاً إلى منطقة الاعتباء وصولاً إلى الاستراد الدولي الاستراد عفواً ما بين محافظة السويداء ومحافظة دمشق الجدير بالذكر أن النظام بدأ يستبق الأحداث في معركة الرقة التي باتت قابق أو سيناء وأذنى يحاول قضع إمداد الطرقات العسكرية يحاول أن يجعل له مخرجاً أو وجوداً في تلك المعركة التي هو شريك فيها وماذا عما يحدث على الحدود الأردنية ومحاولات أيضاً قوات الأسد سهداف ثوار هناك لا ما فهم السوال دي إذن ميسون الحدود السورية الأردنية تطورات فيها هل لديك أي جديد؟ بالنسبة للحدود الأردنية السورية هناك تحركات عسكرية على الحدود السورية الأردنية وقام النظام أيضاً باستداف بعض النقاط العسكرية في قبل سريان الهدنة واتفاق أستانا في منطقة الشياح ومنطقة درع البلد حيث كانت تسقط بعض القذاف على الحدود الأردنية كان الجامل الأردني يأخذ احترازات عسكرية يرفض أي تهديد إلى حدوده هناك تصريحات أردنية بأن الأردن سوف تقوم بالتدخل إذ تم تهديد أمن القومي داخل الأردن ولا ننسى أن هناك وجود لتنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك هذه المنطقة التي تربط ما بين مثلث بين سوريا والأردن هذه ربما يكون داعش يشكل خطراً أيضاً على الدول الأردن وبذلك يكون أردن قد بات جاهزاً لحماية حدوده ومواجهة هذا التنظيم إذ حاول المس بالأمن والاستقرار داخل الأراضي الأردنية شكراً لك من ريف درع مراسل أخبار الآن محمد الحوراني